قررت شركات النخاصة الأربعى الماضي وبشكل جمعي سحبه دون خزانتها من البنك المركزي اليمني لتجنب المخاطرة بأموالها مع إدارة مالية تتبع ميليشيا الحوثي والمخلوع لا تستحق ثقة حسب قول تلك الشركات وقد تعرضها للخسارة والنهب في أقرب وقت وقال خبراء اقتصاد البنك المركزي اليمني بسحب الشركات دون خزانتها فقد الأداة الأخيرة التي يمكن أن تغطي بعض العجز في الموازنة العامة وسداد رواتب موظفي الدولة وأشار خبراء الاقتصاد إلى جملة من الأسباب والتداعيات أوصلت البنك إلى طريق المسدود قد يخلف تراجع الاقتصاديا بحجم الكارثة ويؤثر كذلك على الاستقرار الأمني في البلد وفيما يلي نستعرض أبرز التداعيات التي أشار إليها خبراء الاقتصاد أولا توقف حوالي 80% من شركات القطاع الخاص وتسريح 77% من العاملين فيها بمجرد اجتياح الميليشيا للعاصمة صرعا في سبتمبر 2014 ثانيا استنزاف ميليشيا الحوثي لثلاثة مليار دولار من احتياطي البنك من النقد الأجنبي خلال العام 2015 ثالثا ارتفاع الدين العام إلى 25 مليار دولار خلال عام 2015 بعد أن كان 17 مليار دولار في مطلع العام ذاته رابعا اعتماد الميليشيا دون خزانة قصيرة لأجل معالجة الاختلالات المترتبة عن فسادها وبمعدل فائدة تربو عن 16% خامسا السحب على المكشوف رواتب الربع الأخير للعام 2015 لخمسين مؤسسة اقتصادية بموظفيها نهبت الميليشيا موازنتها المعتمدة في البنك منذ العام 2014 سادسا توقف تصدير النفط والغاز المسال وغيرهما منذ بدء الحرب التي شنتها الميليشيا على البلد ما أدى إلى الخفاض الإجمالي لإرادة العامة للدولة لـ 53% سابعا رعاية الميليشيا للسوق السوداء منذ عبر 2015 وارتفاع سعر صرف الدولار فيها إلى 275 فراوينة الأخيرة ما أحدث تضاربا كبيرا بين سعر تسميل الدولار وسعر السوق السوداء وأفقد الميليشيا السيطرة على التوازن وأوصلها إلى مرحلة عدم الثقة وسحب أذون الخزانة من البنك المركزي اليمني من قبل الشركات الخاصة